شاهدتم في الدرس السابق أن حاصل الضرب النقطي والاتجاهي للمتجهات يعتمد على مقادير المتجهين والزاوية بينهما فالضرب النقطي للمتجه A في المتجه B يساوي مقدار المتجه A في مقدار المتجه B في جيب تمام الزاوية بينهما والضرب الاتجاهي للمتجه A في المتجه B يساوي مقدار المتجه A في مقدار المتجه B في جيب الزاوية بينهما في متجه الوحدة العامودي عليهما N ويمكن تحديد اتجاه متجه الوحدة N باستخدام قاعدة اليد اليمنى لحساب حاصل ضرب المتجهات يجب معرفة الزاوية بينهما لكن ماذا لو لم تكن الزاوية معروفة وكان لديكم تمثيل مركبات المتجهات في المحاور الثلاثة X و Y و Z فمثلاً المتجه A يساوي 5I حيث أن I هو متجه الوحدة بالنسبة للمحور X ناقص 6G و J هو متجه الوحدة بالنسبة للمحور Y ساعد 3K متجه الوحدة بالنسبة للمحور Z و 5 هي مقدار المتجه بالنسبة للمحور X وسالب 6 هو مقدار المتجه بالنسبة للمحور Y وثلاثة هو مقدار المتجه بالنسبة للمحور Z لذا يمكنكم تمثيل المتجه بيانياً باستخدام مركبات المتجه في المحاور الثلاثة والمتجه B يساوي سالب 2I زائد 7G زائد 4K عند جمع هذين المتجهين تجمع المركبات في الاتجاه X معاً وفي الاتجاه Y معاً وفي الاتجاه Z معاً ويمكن تمثيل المتجهات بصورة أزواج مرتبة لمركباتها الثلاثة وذلك بوضعها بين قوسين بهذا الشكل 5.6.3 على الترتيب والمتجه B بين قوسين سالب 2.7.4 عندما تكون المتجهات بهذه الصورة فإن حاصل الضرب النقطي للمتجهين A وB يساوي حاصل ضرب المركبات في الاتجاه X زائد حاصل ضرب المركبات في الاتجاه Z زائد حاصل ضرب المركبات في الاتجاه Z أي 5 ضرب سالب 2 زائد سالب 6 ضرب 7 زائد 3 ضرب 4 ويساوي سالب 10 سالب 42 زائد 12 سالب 52 زائد 12 ويساوي سالب 40 لاحظوا أن الناتج عدد وهو سالب وذلك لأن المتجهين يشيران في اتجاهين متعاكسين وبالتالي فإن مسقط أي متجه منهما على المتجه الآخر سيكون في الاتجاه المعاكس إذن حاصل الضرب النقطي هو مجموع حاصل ضرب مركبات المحور X وحاصل ضرب مركبات المحور Y وحاصل ضرب مركبات المحور Z أو يمكنكم حساب مقدار كل متجه ثم استخدام حساب المثلثات لمعرفة قياس الزاوية بينهما والتعويض في المعادلة التي في الأعلى الآن ماذا عن الضرب الاتجاهي؟ عندما تكون المتجهات بهذه الصورة يمكن حساب حاصل الضرب الاتجاهي بجمع المتجهين معاً في مصفوفة ثم حساب محدد المصفوفة إذن حاصل الضرب الاتجاهي لـ A و B يساوي محدد المصفوفة من الدرجة الثالثة لحساب محدد المصفوفة اكتب المتجهين معاً بصورة مصفوفة من الدرجة الثالثة في الصف الأول متجهات الوحدة I و J و K ثم مركبات المتجه الأول في الضرب الاتجاهي لأن الترتيب يؤثر على حاصل الضرب هنا 5 ثم سالب 6 وأخيراً 3 والمتجه الثاني B في الصف الثالث هذا سالب 2 ثم 7 وهنا 4 هذه مصفوفة 3 في 3 لحساب محدد مصفوفة 3 في 3 احسبوا محدد مصفوفة 2 في 2 لكل مركبة في كل اتجاه أولاً مركبة متجه الوحدة I وذلك بالتخلص من العامود والصف الذي يحتوي على المتجه I يبقى في الصف الأول سالب 6 و 3 وفي الصف الثاني 7 و 4 ضرب I هذا محدد المركبة في الاتجاه X تذكروا عند حساب محدد مصفوفة 3 في 3 إشارة I موجبة و J سالبة و K موجبة لذا هنا سالب محدد المركبة J وهو باستثناء الصف والعامود للمتجه J هنا 5 و 3 و في الصف الثاني سالب 2 و 4 ضرب J زائد محدد المركبة K وذلك باستثناء صف وعامود المتجه K هذا 5 وسالب 6 وفي الصف الثاني سالب 2 و 7 ضرب K هذا يساوي محددات المصفوفة 2 في 2 لكل مركبة وذلك بطرح حاصل الضرب القطري لعناصر كل مصفوفة ويساوي سالب 6 ضرب 4 ناقص 7 ضرب 3 ويساوي سالب 24 ناقص 21 ضرب I ناقص 5 ضرب 4 ويساوي 20 ويساوي 20 ناقص سالب 2 ضرب 3 أي ناقص سالب 6 ج زائد 5 ضرب 7 ويساوي 35 ناقص سالب 2 ضرب سالب 6 ويساوي ناقص موجب 12K ويساوي سالب 24 ناقص 21 ويساوي سالب 35I وهنا 20 ناقص سالب 6 يساوي 20 زائد 6 أي 26 لا تنسوا إشارة ناقص خارج القوس هذه سالب 26 ج و35 ناقص 12 يساوي 23 هذه زائد 23K لاحظوا أن حاصل الضرب الاتجاهي متجه له مقدار واتجاه إذا وجدتم صعوبة في فهم الضرب الاتجاهي باستخدام المصفوفات يمكنكم مراجعة دروس المصفوفات في الرياضيات